بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات الصف الثاني الإعدادي أهلاً وسهلاً بيكم في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم زي ما درسنا قبل كده في الصف الأول الإعدادي إن إحنا عندنا الرياضيات بتنقسم لفرعين فرع الجبر وفرع الهندسة تعالوا نتكلم عن الدروس والمعلومات الجديدة اللي هناخدها السنة دي في فرع الجبر فرع الجبر عندنا بيحتوي على ثلاث وحدات الوحدة الأولى بتختص بمفهوم جديد ومجموعة جيدة تسمى بمجموعة الأعداد الحقيقية والرمز بتاعها هيكون حق هندرس فيها الجزر التكعيبي للعدد النسبي وهندرس فيها كمان الفترات وهندرس فيها العمليات على الجزر التربيعي والجزر التكعيبي وهندرس فيها كمان إيجاد حل المعادلات في مجموعتنا الجديدة وهي مجموعة الأعداد الحقيقية في الوحدة الثانية هندرس العلاقة بين المتغيرين وفيها كمان هندرس ميل الخط المستقيم وتطبيقاته الحياتية المهمة جدا في حياتنا وكمان وحدتنا الأخيرة عن علم الإحصاء عن تمثيل البيانات وطريقة جمعها وكمان هندرس حاجات جديدة تسمى بي جدول التكراري المتجمع الصاعد أو الجدول التكراري المتجمع الهابط وكمان هنقدر نمثلهم بمنحنياتهم سواء كان منحنة متجمع صاعد أو منحنة متجمع هابط إن شاء الله هندرس علم الرياضيات جديد ولكن هيكون على بعض القواعد اللي احنا درسناها في الصف الأول الإعداد يعني المراحل بتكون متربطة مع بعض حاجات كتيرة جدا من الفصل الدراسي الأول مختصة بالفصل الدراسي الأول والثاني في المرحلة الأولة بتاعتنا اللي هو الصف الأول الإعداد تعالوا مع بعض نشوف أول درسنا النهاردة في فرع الرياضيات وهو فرع الجب وأول درس عندنا وهو درس الجزر التكعيبي للعدد النسبي تعالوا نشوف درسنا النهاردة وهو الجزر التكعيبي للعدد النسبي دايما بنسأل نفسنا سؤال مهم جدا والسؤال ده بنسمعه من بداية الصف الأول لابتباقي لحد أحيانا الصف الثالث السنوي هي مادة الرياضيات دي بتفيدنا في إيه؟ هي الدروس الكتير أو اللي احنا بناخدها دي إزاي أقدر أربط بينها وبين الحياة اليومية في البيت أو في الشارع أو في الأسرة دايما في نهاية كل درس يا أستاذ هو دايما الدرس بتاعنا ده أنا بستفيد منه في إيه؟ أنا عارف أن مادة الرياضيات بتكون مادة جمدة شوية مش زي مادة العلوم أو مادة الدراسات أقدر أشوفها بعينيه وتفاعل معاه تعالوا نشوف مع بعض فيديو هيغير وجهة نظرنا خالص لفهم وارتباط مادة الرياضيات في حياتنا كلها الفيديو بتاعنا من بنك المعرفة وفيديو شايق جدا وبيتواكب مع التطور الموجود في حياتنا الروبوتات كنت سفير هنا لقد مررت من هنا فقط ليقولوا مرحبا يختلف الموجودون على أرض الواقع كثيرا عما تقدمه سينما هوليود إنما يستطيعون فعله يفوق تخيلنا بكثير تستطيع الروبوتات في وقتنا الحالي تفجير القنابل وفحص الغازات السامة التي يشكل الاقتراب منها خطورة علينا والغوص في أعماق المحيط الذي يعد خطرا يصعب على البشر القيام به ولكن هل تستطيع الروبوتات أن تكون علاقات اجتماعية أو حتى مجتمعات؟ هذا ما تحاول هذه العالمة اكتشافه تختبر كيفية تنظيم الروبوتات لأنفسها وفقا لمن يحضر كمية الطعام الأكبر أي هذه الألعاب إلى ركن الحوش يمكننا تفحص تجربتها للتعلم عن مربعات الأعداد ومكعباتها حيث إنه بضرب العدد في نفسه نحصل على تربيع ذلك العدد وبضرب مربع العدد في العدد مرة أخرى سنحصل على مكعب العدد انظر إلى تلك اللعبة كل وجه منها عبارة عن مربع كامل لتذكر كيفية تربيع العدد بطريقة سهلة سنراه على شكل مربع حقيقي إن حروف المربع الكامل لها القياسات نفسها لذا ناتج در بطول أي جنب في ارتفاعه هو نفسه بالنسبة لجميع الجوانب كل من الطول والارتفاع لكل جنب يساوي 6 بساط لإيجاد مساحة كل جنب يمكننا تربيع العدد 6 مربع العدد 6 يبدو بهذا الشكل التربيع هو طريقة لإيجاد مساحة المربع الكامل مساحة كل جنب من هذه اللعبة هي 36 بص مربع تكعيب عدد يعني إضافة بعدا آخر هنا سيكون 6 في 6 ثم في 6 مرة أخرى 6 في 6 يساوي 36 36 في 6 يساوي 116 هذا هو ضرب الطول في الارتفاع في العرض أي أن ضرب هذا العدد 3 مرات هو مكعب العدد 6 وهو طريقة لمعرفة حجم المكعب حيث يساوي قياس كل حرف 6 وحدات لذا فإن حجم هذا المكعب هو 216 بص مكعبة يسمى العددين 2 و3 الذين استخدمناهما كرموز بالأس ويمكن اعتبرهم احتزالا لضرب العدد في نفسه ويخبرانك بعدد المرات التي تستخدم فيها هذا العدد أي العدد الذي يمثل الأس في عملية الضرب ولكن ماذا لو لم يكن الأس هو العدد 2 أو 3 وإنما العدد 1 أي أن العدد الذي يمثل الأس يستخدم مرة واحدة فقط لا يضرب على الإطلاق فهو يمثل العدد في حد ذاته فقط شفنا مع بعض قد إيه فيديو صغير خالص وعلى فكرة الفيديوهات دي موجودة كتير جدا على بنك المعرفة إي كي بي فياريت بعد نهاية كل درس درسناه في أي من دروس الوحدة ياريت ندخل بصرع على بنك المعرفة ونشوف كم الفيديوهات المتعلقة بدرسنا قد إيه في الفيديو الصغير اللي احنا شفناه دوت ربطنا دروس كتير جدا ببعض ربطنا الأسس ربطنا الجزور التربعية واتكلمنا كمان على الجزور التكعبية اللي هنشرحها بالتفصيل الدقيق النهاردة اتكلمنا كمان في الفيديو دوت عن المساحة واتكلمنا كمان عن الحجم والحاجات دي كلها سبق درسناها في المرحلة الابتدائية والصف الأول الإعداد قد إيه مادة الرضيات مادة جميلة جدا وممتعة ولكن في بعض القواعد وبعض الأسيات لازم أرتكز عليه أولا إن مادة الرضيات مادة تراقمية يعني ما ينفعش أفصل الدروس عن بعض وما ينفعش كمان حتى أفصل جابر عن علم الهندس لأ الاتنين بيكملوا بعض تعالوا مع بعض بسرعة نشوف أول درس معنا في منهجنا النهاردة وهو الجزر التكعيبي للعدد النسبي تعالوا نشوف مع بعض درسنا الأول وهو الجزر التكعيبي للعدد النسبي كلنا مع بعض فاكرين قانون حجم المكعب وده سبق درسناه في الصف السادس الابتدائي قانون حجم المكعب بيقول حجم المكعب يساوي طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف يعني طول الحرف في نفسه في نفسه تعالوا نفتكر مع بعض الأول شكل المكعب ده المكعب لما نجي نتكلم عليه بالتفصيل ومهم أولا أن أتكلم عليه بالتفصيل كمجسم علشان أي مسائل هتيجي على تطبيقاته أكون عارف أحلها كويس أول حاجة المكعب اللي قدامي ده عبارة عن مجسم له ستة أوجه كلية يعني كل الأوجه اللي موجودة عندي عددهم ستة وكل وجه من أوجه المكعب على شكل مربع ومدام قلت مربع يبقى لازم أفتكر قوانين المربع قانونين اتنين مهمين جدا عندي قانون مساحة المربع وهو يساوي طول الضلع في نفسه وقانون محيط المربع وهو طول الضلع في أربعة إيه كمان تاني أقدر أتكلم عليه عن المجسم اللي هو اللي قدامي اللي هو المكعب المكعب ليه 12 حرف والحرف بالنسبة لي اللي هو الأحرف اللي موجودة عندي الخطوط اللي ظهرة دي الخطوط اللي ظهرة قدامي دي بيسميها أحرف وعددهم 12 وليه كمان 8 رؤوس أربع رؤوس فوق وأربع رؤوس تحت كده عرفنا كل حاجة عن المجسم بتاع اللي هو المكعب أي حرف من الأحرف اللي موجودة سواء الحرف اللي تحت أو اللين أو اللي فوق دي كلها بالنسبة لي لو بصيت لوجه واحد هلاقي الوجه عبارة مربع ومدام هو مربع يبقى الأضلع كلها بتاعته بيكون متساوية في الطول فمعنى ذلك أن الأحرف بتاعة المكعب كلها بيكون متساوية برضو في الطول علشان نجيب حجم المكعب كل اللي أنا هعمله طول حرف واحد بس يكفيني هضربه في نفسه 3 مرات 3 مرات عدد في نفسه 3 مرات تعال نشوف مع بعض كده فمثلا مكعب طول حرفه 2 سنتيمتر فإن حجمه من قانون الحجم طول الحرف في نفسه في نفسه يعني اللي 2 هضربها في نفسها 3 مرات 2 في 2 ب4 في 2 ب8 ولكن ركز قوي على الوحدة أنا قلت طول الحرف 2 سنتيمتر فاستخدمت وحدة السنتيمتر الحجم الوحدات بتاعته مش هتبقى سنتيمتر مش وحدات طولية هتبقى وحدات أحسنت وحدات مكعبة يعني الناتج النهائي الحجم المكعب هيبقى 8 سنتيمتر مكعب لإنه بتكلم على وحدات مكعبة تعالوا مع بعض نفكر في المثال اللي قداني هنعمل العكس يعني كل مرة بنقول إن احنا بناخد طول الحرف وبعد كده بنطلب الحجم المراتي هناخد الحجم إذا كان لدينا مكعب حجمه 27 سنتيمتر مكعب فإن طول حرفه يساوي نوات أنا معايا الحجم لكن طول الحرف مش موجود فهبتدي إن أنا أفكر يا ترى إيه العدد اللي هضربه في نفسه 3 مرات علشان يقدر يديني الحجم اللي هو 27 معنى ذلك إن أنا هضرب عدد في نفسه 3 مرات عشان يكون الناتج بتاعي 27 فهل جاء ليه إحدى الطرق وهي طريقة التحليل تحليل مين؟ تحليل العدد 27 اللي هو حجم المكعب هحلله لإيه؟ هنحلله إلى عوامله الأولية دي سبق ودرسناها في الصف الرابع الابتدائي إزاي يقدر حلل 27 لأعددها الأولية أو لعواملها الأولية؟ 27 عشان نقدر نحن نقسمها يعني هبصتها هنبص للأحد هل لاقي هنا 7 والعشرات 2 مجموع الاثنين بيديني 9 يعني بيديني عدد فردي فمعنى ذلك إنه بيقبل القسم على أحسنت على 3 27 على 3 هيكون الناتج بتاعي 9 التسعة هتقبل الإسم على التلاتة 9 على 3 فيها التلاتة والتلاتة عدد أولي على طول هيقبل الإسم على نفسه في النهاية هيديني واحد طيب بعد ما بحلله العوامل الأولية هعمل إيه؟ هنلاحظ الجهة اللي موجودة جهة اليسار هنلاقي إن التلاتة موجودة عندي 3 مرات كل اللي أنا هعمله هاخد من كل تلاتة هاخد منها واحدة بس وبالتالي التلاتة الواحدة اللي طلعت دات هي بالنسبة لي هتكون طول حرف المكعب تلاتة اللي طلعت بتسمى تلاتة الجزر التكعيبي للعدد 27 طيب الجزر التكعيبي أنا متعود على صورة الجزر التربيعي اللي هو بالشكل ده وبحط تحته الجزر بتاعي يا ترى شكل الجزر التكعيبي إيه؟ هو قريب شوية من الجزر التربيعي ولكن اختلاف إن أنا هحط تلاتة عند الجزر إزاي؟ بالشكل ده الجزر التكعيبي للعدد 27 هيكون الناتج بتاعي 3 جبناها منين؟ عايز عدد أضربه في نفسه 3 مرات يديني الحاجة اللي موجود أو الرقم اللي موجود أو العادل اللي موجود تحت الجزر التكعيبي هيكون الناتج بتاعي 3 تعالوا ندرس بعض الملاحظات المهمة جدا بالنسبة للجزر التكعيبي أول ملاحظة بتقول يرمز للجزر التكعيبي لعي عدد نسبة بالرمز مثلا خدنا ألف يبقى الرمز بتاعي الجزر التكعيبي للعدد ألف فمثلا لو عايز أخذ مثلا الجزر التكعيبي للعدد 8 أو الجزر التكعيبي للعدد 125 أو الجزر التكعيبي للعدد 27 دي الطريقة اللي أكتب بيها الجزر بتاعي أوعى تنسى 3 لأنه معنى أن أنا أنسى 3 فاتحول من جزر التكعيبي إلى جزر تربيعي الملاحظة الثانية الجزر التكعيبي لعدد نسب موجب يكون موجب بمعنى لو عندي مثلا الجزر التكعيبي للعدد الموجب 27 آه دي ما ننساش الثلاثة دي يساوي العدد 27 اللي موجود تحت الجزر التكعيبي هو عدد موجب فقيمة اللي هتطلع برضو هتكون قيمة موجبة الجزر التكعيبي ل27 يعني يساوي العدد 3 الجزر التكعيبي لعدد نسبي سالب يكون برضو سالب تعال نشوف مع بعض كده مثال لو قلنا الجزر التكعيبي للعدد سالب 27 يساوي ده عدد نسبي سالب كل اللي هيحصل أن إشارته السالب هتنزل زي ما هي بالظبط وهنجيب الجزر التكعيبي للعدد 27 يعني هيديني 3 أعرف أن أنت بتفكر في حاجة مهمة خدناها في الصف الأول الإعدادي أن ما ينفعش أن أنا أحط إشارة سالبة تحت الجزر التربيعي يعني مثلا ما ينفعش أقول الجزر التربيعي للعدد سالب 25 لأن ببساطة مفهوم الجزر التربيع عبارة عن أن أنا بدور أو ببحث عن عددين متشابهين يعني شبه بعض أضربهم في بعض يكون الرقم بتاعي اللي هو سالب 25 لو بصينا الموجب 5 في موجب 5 هيديني موجب في موجب بموجب يعني هيديني موجب 25 طيب يا أستاذ أنا عايز حاجة تانية عايز سالب 5 وسالب 5 عشان فيه هنا سالب سالب في سالب أنت عارف أن هي بموجب وخمسة في خمسة في 25 فبرضو هيديني العدد موجب 25 طيب يا أستاذ أنا عايز مرة عدد موجب وعدد سالب كده غلط لإيه؟ لأن الشرط بتاعي لازم يكونوا عددين متشابهين موجب 5 ليه ما كان على خط الأعداد وسالب 5 ليه ما كان تاني خالص على خط الأعداد فدول بالنسبة لعددين مختلفين فما ينفعش خالص أن أنا أحط سالب تحت الجزر التربيعي لكن في الجزر التكايم مسموح أن أنا أحط طب عايز أأكد لك بديه؟ تعال نشوف مش إحنا قلنا من شوية أن أنا عايز ثلاث أعداد شبه بعض أضربهم فبعض يديني سالب 27 أنا قلت سالب 3 تعالي نتأكد سالب 3 في سالب 3 في سالب 3 ركز أو على قاعة الإشارات وأوعى تطلق بط فيها سالب في سالب هيديني موجب موجب في سالب هيديني برافو عليك إشارات مختلفة فهيديني سالب وبعد كده نضرب الأعداد في بعض 3 في 3 في 9 في 3 في 27 فالناتج النهائي طالع عندي كام؟ سالب 27 وده أصلاً اللي موجود تحت الجزر التكعيبي فينفع أن يكون تحت الجزر التكعيبي عدد إشارته سالباً تعالي نشوف مع بعض كمان مثال الجزر التكعيبي للعدد 0 بيساوي 0 ليه؟ لأن 0 في 0 في 0 برضو هيديني 0 الجزر التكعيبي للعدد ألف أس ثلاثة يساوي ألف الجزر التكعيبي الألف أس ثلاثة برضو الجزر التكعيبي هيترمع التكعيب ويبقى فاضل عندي بس الحاجة اللي موجودة تحت الجزر وهتديني مين؟ هتديني ألف تعالي نشوف كمان حاجة مهمة من الملاحظات الجزر التكعيبي لألف أس نون الجزر التكعيبي لألف أس نون ليساوي نون على ثلاثة يطرت عملت إزاي؟ كل اللي حصل إن أنا ملاحظ إن الجزر التكعيبي اللي موجود عندي تحت الجزر التكعيبي عبارة عن أساس وص طيب أنا عايز أتخلص بقى من الجزر التكعيبي أو أجيب الجزر التكعيبي إيه اللي هيحصل؟ كل اللي أنا هعمله إنه هجيب القوة بتاعة العدد اللي موجود عندي اللي هو القص بتاعي وهيتقيه؟ وهنقسمه على مين؟ على التلاتة اللي هي بتاعة الجزر التكعيبي يعني مثلا ألف وهيبقى نون على ثلاثة تعالى ناخد عليها مثال لو خدنا الجزر التكايبي لألف قص ستة يطرد ليساويين كل اللي أنا هعمله إن أنا هنزل الألف بتاعتي اللي موجودة تحت اللي هي الأساس أدي ألف وكل اللي أنا هعمله تاني إن أنا هاخد قوة بتاعتي أو قوة العدد اللي موجود تحت أو القص بتاعي وهقسمه على الجزر نفسه يبقى ستة على تلاتة هتساوي مدام في ناتج أكمل هيبقى ألف وستة على تلاتة هتساوي أتنين فتبقى بتساوي ألف قص ستنين الجزر التكايبي الألف في الجزر التكايبي الألف في الجزر التكايبي الألف يساوي ألف ودي خدناها برضو في الجزر التربيعي لو عندك جزر التربيعي لألف في الجزر التربيعي الألف بيساوي ألف كنا بنقولها ببساطة إن جزر في نفسه بيساوي نفسه برضو نفس الحكاية في الجزور التكعيبية متكررة قدامي 3 مرات هاخدها مرة واحدة بس ازاي اقدر استخدم التحليل وهو تحليل العدد الى عوامله الاولية علشان اقدر اجيب قيمة الجزر التكعيب تعالوا نشوف مع بعض عايزين نجيب الجزر التكعيبي للعدد 1000 طيب عنا عندي طريقتين الطريقة الاولى وهي تحليل الالف الى عواملها الاولية تعالوا نشوف مع بعض 1000 لو جينا ركزنا على خانة الاحاد هلاقيها صفر ومدام صفر ده عدد زوجي يبقى بيقبل الاسم على 2 1000 على 2 تساوي 500 500 برضو الاحد بتاعي صفر فده عدد زوجي بيقبل الاسم برضو على 2 هيديني 250 وده برضو عدد زوجي هيقبل الاسم على 2 هيديني 125 لحد هنا هنقف الخمسة اللي هي موجودة في الاحاد مدام الاحاد بتاعي صفر او خمسة على طول بيقبل الاسم على 5 125 على 5 هتساوي 25 و25 برضو هتقبل الاسم على 5 فتساوي 5 5 على 5 فيها الواحد لان هي عدد اول طيب وبعد كده هعمل ايه بلاحظ هنا ان فيه اللي اتنين متكررة 3 مرات واني الخمسة متكررة 3 مرات من كل 3 اعداد متشابهة هاخد رقم واحد بس او عدد واحد بس اللي اتنين خدت منها واحدة والخمسة كمان خدت منها واحدة طب وبعدين بعد ما خدت من هنا واحدة ومن هنا واحدة هاخد العادين اللي طلعوا واضربهم في بعض 2 في 5 هتساوي 10 معنى ذلك ان الجزر التكعيبي للالف هيساوي 10 تعال ناخد كمان مثال وقبل المثال التاني انا عارف ان انت دايما بتقول هو انا ممكن استخدم الاقل حسبة ممكن طبعا استخدم الاقل حسبة بدل ما اعمل عملية التحليل او اقدر ان انا استخدم الاقل حسب ما هي انطلب مني سواء بالتحليل ادي طريقة التحليل او ان انا اقدر استخدمها بطريقة مباشرة واتأكد من الناتج بتاعي عن طريق الاقل الحسبة تعال نشوف مثال كمان الجزر التكعيبي للسالب 216 في هنا سالب انسى السالب دلوقتي خالص بس ما تنسهوش خالص يعني خليه معانا دلوقتي هنحتاجه كمان شوي وابتدي احل للعدد 216 لعوامله الاولية ده الشكل بتاعي عدد زوجة هيبال اسم على 2 هيديني 108 برضو الاحد زوجة على 2 هيديني 54 زوجة هيبال اسم على 2 هيديني 27 مجموعة الخنتين بيبال اسم على 3 فهيبقى 3 على 3 فيها 9 على 9 فيها 3 على 3 فيها 3 فيها الواحد هلاحظ ان الاتنين متقرر عندي 3 مرات هاخد واحدة بس هلاحظ ان التلاتة متقرر 3 مرات برضو هاخد واحدة بس وهنعملي في دول برافو عليك هندربهم في بعض اوعى تنسى في حاجة وقتلك يعني خليها كمان شوية ايوا برافو عليك الاشارة السالب فهنزل السالب وهضرب اتنين في تلاتة هيبقى سالب اتنين في تلاتة هيدي سالب بستة تعال نشوف مثال كمان الجزر التكعيبي ليه عدد كسري تلاتة وتلاتة على تمانية اونا بيظهر عندي عدد كسري كل اللي انا هعمله اننا لازم ارفع الكسر رفع الكسر ازاي ان انا سسبت المقام زي ما هو بالظبط ما بغيروش خالص وكل اللي انا هعمله هضرب تلاتة في تمانية والناتج اللي هيطلع من الضرب هجمه على مين على تلاتة فيه يكون بالشكل ده تمانية نزلت تلاتة في تمانية باربعة وعشرين اربعة وعشرين وثلاتة هيدي سبعة وعشرين فابقى معايا الجزر التكعيبي للعدد سبعة وعشرين على تمانية زي ما اخذنا في الجزور التربعية ان احنا هنوزع هنوزع مين؟ هنوزع الجزر التكعيبي مرة مع البسط ومرة مع المقام يبقى هجيب الجزر التكعيبي لعدد سبع وعشرين والجزر التكعيبي للعدد ثمانية يبقى هحلل ده مرة وحلل ده مرة سبع وعشرين حللناها قبل كده فيها التلاتة على التسعة فيها التلاتة على التلاتة فيها التلاتة فيها الواحد التلاتة متقررة مرة واحدة بس فياخد تلاتة مرة واحدة بس طيب بالنسبة ليه التمانية التمانية عدد زوجي بيقبل اسم على الاتنين فيها الاربعة على الاتنين فيها الاتنين على الاتنين فيها الواحد اللي اتنين ما اتكرره تلوت مرة فياخد منها بردو واحدة بس دعا معي تلاتة ومعي اتنين سمعك بتقول اضربهم في بعض لا خلي بالك انا مش هضربهم السبعة وعشرين اجيب الجزر التكعيب بتاعها هيطلع تلاتة والجزر التكعيب للتمانية هيطلع باتنين فيبقى الشكل بتاعي بالصورة دي هيبقى تلاتة على اتنين تعالو مع بعض نشوف كمان مثال مهم جدا الجزر التكعيب للعدد سبع وعشرين نقص الجزر التكعيبي للعدد 64 ودي من المسائل اللي بتيجي كتير جدا في أكمل وفي اخترا طيب أبتدي أتصرف إزاي وأتعامل إزاي أولا هدوء نقرأ السؤال من أوله لحد آخره وبالراحة خالص أنا معي هنا الجزر التكعيبي للعدد 27 في البداية أن الجزر التكعيبي للعدد 27 قيمته عندي أعمل فيها إيه؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا هجيب قيمة الجزر التكعيبي ل27 وإحنا عرفناها خلاص بكام؟ برابا عليك بتلاتة يبقى قيمة الحاجة الأولانية دي تلاتة طيب نقص تفضل زي ما هي؟ الجزر التكعيبي ليه 64 الجزر التكعيبي ل64 عن طريق التحليل أو عن طريق الآلة الحزبة هيطلع برابا عليك هيديني أربع يبقى هنا أربع ففي النهاية طلع عندي تلاتة نقص أربعة عدد موجب وعدد سالب إشارة الكبير ونطرح هيبقى برابا عليك سالب واحد يبقى بنتعامل مع المسألة بهدوء ونجيب قيمة كل حاجة لوحدها وبعد كده بنجمعهم في الآخر تعال نشوف كمان مثال الجزر التربيعي للعدد 25 ناقص الجزر التكعيبي للعدد سالب 125 زي ما احنا تعلمنا الجزر التربيعي للعدد 25 هتديني موجب خمسة ناقص الجزر التكعيبي للعدد سالب 125 في هنا سالب هيبقى سالب خمسة وخلي بالك في ناقص هنا كانت موجودة أصلا تمام؟ يبقى دلوقتي عندي إشارتين قدام بعض إشارات قدام بعض هتندرف بعض هيبقى سالب في سالب هيديني إشارة موجبة وتحولت دلوقتي إلى عملية الجامعة هيبقى خمسة زائد خمسة هيساوي عشرة نشوف كمان مثال الجزر التكعيبي لسين قص 6 تساوي الجزر التربيعي لنقاط الجزر التكعيبي لسين قص 6 زي ما احنا خدنا في الملاحظات هيبقى سين وهاخد القص بتاعي وقسمه على مين على التلاتة هيبقى 6 على 3 ومنها هيبقى سين 6 على 3 هتساوي 2 يعني الطرف الأيمن كله هو سين قص 2 طيب اكتبها هنا لا ده أنا عندي هنا جزر لنقاط فأنا عايز أعرف الجزر التربيعي لمين يديني سين قص 2 فكر أحسنت أنا عايز هنا عدد يعني سين قص 2 دي أضروها في نفسها مرتين هي هيبقى مكانها هنا فهيبقى سين قص 2 في سين قص 2 هيساوي سين قص كام عنده يتضرب نجمع القص وسيبقى سين قص 4 فهنحط هنا سين قص 4 لو عايز أتأكد ان الجزر التربيع بيطير مع نص القص فهترجع تاني سين قص 2 وبكده طلابي وطالبات الأعزاء لصفة الثاني الإعداد يمكن انتهى درسنا النهاردة في الجبر على أمل اللقاء قريبا في حلقات تانية ودروس تانية ممتعة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا